كيف نحقق السعادة أيضا لن أضع نفسي في موضع يعني من هو متخصص في هذا الشان لكنني سأجيب عن هذا السؤال أيضا بما أجده في كتاب الله عز وجل في سورة الشرح خمس قطوات ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى أجد فيها إشارات واضحة إلى سبل تحقيق السعادة لأن السورة ابتدأت افتتحت بقوله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ثم ذكرت صنوفا من النعم مما يشي أن هذه النعم والآلاء هي مما يقترن بانشراح الصدر الذي ذكرت في التعريف في صدارة تعريف السعادة أنه انشراح الصدر ما هي هذه السبل أو الخطوات السبيل الأول التطهر من الأوزار والعلائق الطينية السفلية وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ هذه جاءت مباشرة بعد قوله ألم نشرح لك صدرك نعم قال وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذي أنقض ضهرك لأن هذه الأوزار والآثام والذنوب التي يقارفها هذا الإنسان تثقل كاهلا تثقل كاهلا نعم تطمس معالم الهداية من قلبه يُنكَتُ بِهَا عَلَى قَلْبِه حتى يغشاه الران فالخطوة الأولى أن يطهر قلبه من هذه الأوزار بالتوبة والاستغفار إلى الله تبارك وتعالى الشيخ ما معنى العلائق الطينية السفلية المقصود بها أهواء هذه الحياة الدنيا و شهواتها و زخارفها التي يندفع إليها هذا الإنسان غير لاو على استقامة ولا ملتفت إلى يوم آخر نعم ثم الخطوة الثانية وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أعرف أن كثيرا من المفسرين يقولون أن رفع ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإعلاء شأنه و بذكره في الشهادة و في الأذان و في غير ذلك لكن الحقيقة أن السورة مكية هي من أوائل ما نزل و الأذان هو في العام الأول للهجرة لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده في الحادثة الشهيرة لتشريع الأذان و كان ذلك في السنة الأولى من الهجرات الشريفة و المعنى أوسع من أن ينحصر هذا من المعاني و من أظهرها و أدلها لكن المعنى أوسع من ذلك بما رفع ذكره عليه الصلاة و السلام قبل النبوة و إبان النبوة و بعد النبوة بالخلق الحسن و إنك لعلى خلق عظيم فعرف و اشتهر و على ذكره أنه على خلق عظيم و لذلك فإن هذه الآية أقول تشير إلى هذا المعنى و رفعنا لك ذكرك بالتحلي بالكمالات الإنسانية و الفضائل الخلقية و الشمائل الجميلة هذه هي الخطوة الثانية هذه هي التي تحلى فيها الإنسان بالصبر و الشكر و حب الخير للآخرين و المودة لهم و الرفق بهم إلى آخر الخلال و الحلم و كظم الغيظ إلى آخرها مما على بها شأن نبينا محمد صلى الله عليه و سلم و هو في ذروة هذه المرتبة قال و رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا الاستبشار و اليقين بالفرج و التيسير لا مناصة للإنسان إذا أراد لنفسه السعادة من أن يتعلق بحبل الرجاء و أن يحسن ظنه بربه تبارك و تعالى و أن يستل من ظلام الخطوب و الصعوبات التي يواجهها بوارق الأمل و الرجاء فإن مع العسر يأتي معه لا يأتي بعده و يقول فإن مع العسر يسرا ثم يتأكد ذلك حتى لا يخالط نفس المؤمن شيء من الريبة أو الشك في أن اليسرآت و أن النصر من عند الله تعالى قريب و أن الفرج منه جل وعلا تفضلا و منة منه على عباده كائن فيؤكد ذلك المعنى فإن مع العسر يسرا نعم إذن الخطوة الثالثة الاستبشار و اليقين بالفرج و التأييد و التيسير من الله تبارك و تعالى ثم قال فإذا فرغت فانصب المداومة على العمل لأن كل ما تقدم قد يفهم منه أن يقعد هذا الإنسان دون أن يكدح و يجتهد و يعمل و ليس ذلك بمقصود أبدا فإن معنى السعادة لا سيما كما نفهمها من كتاب الله عز وجل أن المرأة يؤجر و يثاب و أنه يجد لذة في ذلك حتى حينما يجتهد في سعيه فإن هذه الآية تؤكد هذا المعنى فقال فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من شأنك و مما أنت فيه فانصب مرة أخرى و داوم على العمل لا تنقطع عنه ثم خامس هذه الخطوات و إلى ربك فرغب استصحاب الرغبة إلى الله تبارك و تعالى نعم فهو جل وعلا مسبب الأسباب و بيده أن يكشف الكرب و أن يرفع السوء و أن يجيب دعوة المضطر فلا يمكن للسعيد أن يستغني عن الضراعة و اللجوء إلى الله تبارك و تعالى و أن يداوم على ذلك نعم هذه هي الإشارات التي أفهمها من سورة الشرح و هي تمثل منهجا لتحقيق السعادة يمكن فعلا إذا فهمنا هذا الفهم أن نرتقي في درجاتها و أن نحوز منها مبتغانا بفضل الله تبارك و تعالى و من نتيج نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر